أعلن وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عاطية انتهاء الوزارة من كافة الإجراءات والترتيبات لموسم الحج لهذا العام 1439 هجرية في وقت مبكر وقال الوزير عاطية إن بعثة الحج اليمنية هي أول بعثة على مستوى بعثات العالم الإسلامي تنتهي من إجراءات الموسم وتربط حزام الخدمات لحوالي 24 ألف حاج يمني من كل مناطق اليمن وفي وقت قياسي وظروف حرب ووضع معقد وعشر أحمد عاطية إلى تلقيه العديد من رسائل الشكر من قبل الأخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية تشيد بما قدمته وزارة الأوقاف والإرشاد في هذا العام والعام المنصر وأوضح عاطية أن هذا إنجاز وطني كبير يحسب للحكومة اليمنية ولوزارة الأوقاف والإرشاد بجميع موظفيها وأعرب وزارة الأوقاف والإرشاد عن شكره لرئيس الجمهورية عبد الرب منصر هادي الذي يتابع مسيرة الحج خطوة بخطوة مثمنا جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية وتيسيرهم لكل الإجراءات لحجاج اليمن وحجاج العالم أجمع